تكوين 14 اللي هو بحر الملح 12 سنة كانوا عبيد لكدر الأومر والسنة 13 عصو علي وفي سنة 14 جي كدر الأومر والبلوك اللي معاه وضربوا فتحيين في عشر وسقر نايم والزوزيين في هام واليمينيين في شويق رتايم والحريين في الجبل بتحهم ساير لحد شكر بلط فران اللي عند الصحرة بعدين رجعوا وقوموا لعين في شباط اللي هي قادش وضربوا كل بلاد العمال وكمان الأموريين اللي سكنين حصون طمار فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبوئيم وملك بالع اللي هي صغر ونظموا حرب معهم فوادي السديم مع كدر الأومر ملك عيلام وتدعال ملك ويم وامرابل ملك شنعار واريوك ملك ألصار أربع ملوك على خمسة وفوادي السديم كان في أبار زفت كثيرة فهربوا الملكين بتوع سدوم وعمورة ووأعونك والباقيين هربوا للجبل فأخذوا كل أملاك سدوم وعمورة وكل الأكل بتاحهم ومشيو وأخذوا بلوت ابن أخو إبرام وأملاكه ومشيو لأنه كان ساكن في سدوم فجاه اللي نجي وبلغ إبرام لأبراني وكان ساكن عند بلطاب ممرأ الأموري أخو أشكول وأخو عينر وكانوا أصحاب عهد مع إبرام فلما سمع إبرام أن أخوه تأثر قرر صبيان بتوع الممرانين اللي طلدوا بيته 318 ومشي وراهم لدين وأسم اللي معا عليهم بيل هو الأبيب تو فضربهم ومشي وراهم لحد حوبة إلا على شمال دمشق ورجع كل الأملاك ورجع لوت أخو والأملاك بتاعته والستيك من والشعب فخرج ملك سدوم عشان يستقبله بعدما رجع من ضرب كدر الأمور والبلوك اللي معاه لوادي شوي اللي هو ووادي الملك وملك صادق ملك شريمة خرج عيشه خمرة وكان كاهل لله العالي وبركه قال مبارك إبرام الله العالي اللي خلل السماء والأرض ومبارك الله العالي اللي سلم عدائك في إيدك فإدي عشر من كل حاجة وقال ملك سدوم لإبرام اديني النفوس وأمل أملاك فخدها لنفسك فقال إبرام لملك سدوم رفعت إيدي للرب الإله العالي اللي خلق السماء والأرض ما يخد ولا قيت ولا ربط عال ولا حاجة من كل اللي هو ليك فما تقرش أنا أغنيت إبرام مليش غير اللي كالسوبيان وأما نصيب الرجال اللي راحوا معي عانر وأشقول وممر فهم يخدوا نصبهم ترجمة نانسي قنقر